استاد القاهرة لما نروح نشوف الاستاد والاستاد القاهرة معانا ماشاء بسم الله ماشاء الله مصر هي دي وزي نقول لها ادي استاد القاهرة استاد القاهرة ده صورة بالتليفون المحمول قدام حضراتكو هو استاد القاهرة قبل قليل يعني قبل دقائق من الهوى بتاعنا الفيديوهات ديت والصور ديت واللقاطات ديت جاينا من استاد القاهرة قبل دقائق قليلة واستعدادا طبعا لمباراة منتخبنا الوطني امام اوغاندا في الجولة المباراة التالتة لينا احنا صعدنا بس النهاردة محتاجين الفوز عشان نكون اول مجموعة عشان من عندنا المجموعة اللي هنقابلها يا جزائر يا سنغال الاتنين اصعب من بعض فهيبقى عندنا مشكلة هنقابل مين وهنعمل ايه محتاجين الفوز النهاردة عشان نكون اول مجموعة وربنا ان شاء الله يقيمنا وده اقل حاجة جمهور زي نقول لحضراتكم والصورة الايجابية النهاردة اللي وصل الدنيا كلها الاتحاد الافريقى النهاردة الكاف بيقول انه مصر عملته في اربع شهور ليس له مثيل وانجاز غير مسبوق من مصر هذه التجهزات وقاله صعب اوي ان اي دولة ده الاتحاد الافريقى قال كده النهاردة شاهدة مهمة اوي صعب اوي انه اي دولة تعمل عملته مصر في اربع شهور وتصل بهذا المستوى الكبير وحتى المشاركة الجماهيرية والاستعدادات النهاردة كنت عندي الاستعد والظهر كده الساعة تمين اتنين ونص كده عديت ايه اشوف الدنيا اخبارها ايه عند الاستعد فعايز اقول لحضراتكم الانبهار كله انه الناس اللي وقف يا جماعة والشباب الشباب اللي موجودين وقوات الشرطة اللي موجودة لاجراءات المعمولة برا الاستعد وانت في الطريق الاستعد وشباب مصر الله عليك وشوف الناس والعربيات والحاجات اللي بتنقل بقى الشباب واللي بيوزعوا مية درجة الحرارة عانية جدا حر جدا حر حر الناس بيوزعوا مية على الناس اللي راحة تشجع شبابنا وعجبنا الاسرة المصرية والتقليعات اللي موجودة وتعالوا نوريكو ايه وريكو مصريين ولادكو وشبابكو واهلنا اللي راحين يا سلام عليكم ربنا يحميكو انتو عاملين روح روح ضخمة جامدة جدا للمباريات روح محترمة لبلدنا مشاركة كبيرة الناس اللي راحة زين ما انتو شايفين كده مستو حتى الجمهور اللي رايح كله رايح شجع مصر زين منقول كده واضي صلاح يا ابو صلاح يا ابو صلاح ربنا يكريمكو يكرم منتخب النهاردة مش مهم مين يسجل مهم من فوز في الاخر بنبحث عن الفوز صلاح سجل صلاح يا ربنا يكرمه كمان نهاردة يسجلين هدف ولا حاجة النهاردة قدامه فرصة كبيرة جدا النهاردة صلاح يسجل بإذن الله كمان يكون من يعني تالت هدف تاريخ منتخبنا الوطني فهنتابع أكيد النهاردة هذه المباراة وشبابنا وجمهورنا اللي رايح بقول لحضركم النهاردة رغم الحر من الساعة وحدة الناس رايحة لستاد من الساعة وحدة درجة حرارة صعبة وخلي بالكو بتروح لستاد في الوقت ده حر جدا طبعا كل الأعمار اللي هي رايحة طبعا وكله لازم الفان اي دي تبقى موجودة معاك ومع تسكرتك لأنه هو الدخول من بدري من برة على طريق النصر وإحنا معاديين في مجموعات من الشباب واقفة هناك مع رجال أمن هما مسكين البوابات الشباب بتوع طبعا تسكرتي بيشوفوا الناس الجمهور اللي هو رايح بقول لكم الساعة اثنين وإحنا بنشوفهم وإحنا معاديين يبص عليهم ويقارن معاه الأجهزة بتاعته يزبط وبعدين تلف في الناحية التانية ناحية المقصورة والدرجة الأولى البوابة الرئيسية تلاقي أيضا طوابير وقفة وناس طبعا بوابات كتيرة جدا والبوابات كمان مهمة أو اللي احنا عاملينه لأنه كمان زي ما بقول لكم الناس كمان مبسوطة من مصر إنها قدرت تعمل السعدادات ديات في شهور قليلة في 4 شهور فقط قدرنا نصل لهذه السعدادات اللي هي رسالة الأمن والأمان للدنيا كلها كل التحية لكل الناس اللي هي بتشوف وتشارك أو بتتابع أو بتشوف أو بتتفرج واللي موجودين في الاستاد بقول لكم بيروحوا